اشتركوا في القناة التلوج تبقى تخص دائما المناطق الداخلية التي يتروحلها بين 800 لغاية 1000 متر التلوج ايضا ستمتد هذه المرة لغاية اعالي مدينة بشار كذلك اعالي غردايا تبقى مشمسة على العموم بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي بوسط الصحراء لغاية اقصى الجنوب مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية باقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم نتجة الاستمرار تسقط التلوج ستبقى دون الصفر على اغلب المناطق الداخلية 6 درجات تحت الصفر ستكون كادم قياس بستيف بقسنطينة بباتنا الجلفة والبيضة درجة صفر الى درجة واحدة نحو السواحل درجة صفر ايضا ستسجل بالنسبة لشمال الصحراء درجة ببسرال غاية ورقلا 3 درجة ببشار 8 درجة بتندوف وتمن راس وترتفع الى 14 درجة باقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ضهيرة الغد تبقى باردة مقيس ما بين درجتين الى 8 درجات بالمناطق الداخلية 10 الى 12 بسواحل 10 درجة ايضا بغردايا 7 درجة فقط ببشار 13 ببسكرا ورقلا المغير والوات 19 بإليزي وإنميناس ترتفع الى 22 درجة بالصحراء الوسطى و32 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب على طول أشارة السحلي أحيانا مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية الرياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية بسواحل الغربية متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى ومن غربية إلى جنوبية غربية نحو سواحل الشرقية صباحة الغد على مستوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و55 دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساء وأربع دقائق مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى